وفي تعز قتل قيادي حوثي وأصيب آخرنا خلال اشتباكات بينية مع عصابة تابعة للميليشيا أفادت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في سوق الربوع بمنطقة بني شعب في مدينة شرعب السلام بين عصابة القيادي الحوثي شكري أحمد سيف وعصابة القيادي الآخر علوي حمود كامل أوضحت المصادر أن الاشتباكات التي اندلعت على خلفية ثأر سابق بين العصابتين على جبايات السوق أسفرت عن مقتل المدعو علوي كامل وإصابة أربعة مدنيين ومع استمرار الهدنة تصاعلت الخلافات بين قيادات وأجنحة البليشيا الحوثية نتيجة تفرغها لسلب المواطنين وجن ملايين الريالات منهم بشكل يومي